الاهلي والاسماعيل اللي لسه لغاية دلوقتي ما تحددلوش ملاعب هل والاسماعيلي متمسك انه هو محدد ثلاث ملاعب اما استاد الاسماعيلية او السويس او استاد اسكندرية وطبعا الاقرب يعني لغاية لما يتم الاعلام بشكل رسمي هو برج العرب انا طبعا كنت بتكلم مع المسوعين في الاسماعيلية قالك ان برج العرب احنا مش عايزين نلعب في برج العرب علشان دوت بيكون افضل للنادي الاهلي فاحنا حتى لو هنلعب في اسكندرية نلعب في الساعة اسكندرية بس اها بقولك يعني بالنسبة 99% هيبقى الملعب في برج العرب طب بتسأله ليه لا هقولو حرورتك بسأله ليه لان هل ده بيصدر للعبة الاسماعيلي الادارة بتصدر او التصرحات اللي طلعة بتصدر للعبة الاسماعيلي خلاص انت لو لعبت برج العرب خلاص انت خسرت الماتش ولا انت لو ما كانت كابتن طلعت يوسف هيبقى مش فارق معاك انك انت تلعب في اي ملعب ده مش فارق معاك لو كابتن طلعت لو هو ماسك مثلا بقاله سنتين وعرف اللعين طبعا ربنا يشفيك كابتن طلعت يوسف طبعا عنده كورونا فربنا ربي يشفيه بإسن الله يا رب بيشه كل مريد يا رب بس هي الكسة كلها ليه ما يروحش اسماعيلية يعني النادي القالي ما انت جبته خلاص الرجل بتاع الدوعة الامنية خلاص حتى لو هي كانت محطوطة في الجدول ان هو هيلعب في اسماعيلية بتاع الدوعة الامنية هيقولك لأ خلاص يعني اللي هو كان انا ما عرفش الناس دي رجعت ازاي وبنان على عنها اساس وهما ما فيش في القرى اللي الناس دي يعني ما فيش في مصر اللي الناس دي يعني أنا نفسه اعرف يعني انت عارف لو راجل ده ما جاش واتلعب في برج العرب ما عنديش مشكلة ما عنديش مشكلة بس هو قوابط زمنك مش رايح الزمنك بيروح طيب ليه الاهلي ما يروحش ما الاهلي طول عمر بيروح هناك وبيكسب هناك في أرض اسماعيلية وبيعمل أحلى متشاط وبيعمل أحلى متشاط طب فين تكافق الفرص اللي انت جاي بتتكلم عليها دلوقتي وتقول لي قدر الاسماعيل هينافس السنة دي يعني هينافس من البداية يعني مثلا بتحرمه ليه وخلي بالك ان بعد المطش ده اللي اسماعيل بيقولك فيه ثلاث متشاط مش هلعبهم على ملعبي يعني هو المطش الوحيد اللي يلعبه على ملعبه اللي نادل أهلي بعد كده مش عارف خارج لمين وخارج لمين طب انت ليه بتحرمه يبقى انت كده بتوقعه من أول وهلة لا أنا شايف ان تراما عايز دور نظيف يبقى كله يلعب هنا انا عايز أقول لك ان اول مباراة للإسماعيلي على ملعبه هتبقى في الاسبوع الرابع قدام الزمالك طيب يعني فيه يعني هو يلعب اسبوعين تانيين اه بالزبط يعني اسبوعين بره أرضه طب مع النادي الأهلي يبقى ثلاث أسابيع بره أرضه يبقى انت بتطلبه ينافس ازاي على البطولة او يقدم عشان ما بقاش في حجة لحد فانت عايز تعمل عدالة لا معادة معادة كلنا عارفين مطش الأهلي والمصر بس يعني الإسماعيلي المفروض أقول مطش على ملعبه اللي هو يلعب ايه المشكلة وبعد كده وبعد كده هيطلع لسيراميكا في الاسبوع التاني ثم بعد كده في الاسبوع التالت هيكون هيلعب البنك الأهلي طيب وبعد كده على ملعب على ملعب اه على ملعب يعني هما الاسبوع التاني والتالت بره ملعب بره ملعب طيب والاسبوع الأول اللي هو الزمالك على ملعب طيب إزاي بقى تقول لي إن فرقة نافذ من البداية طيب هل ده أنا برضه سؤالي هل ده بيصدر مشكلة للعيبة إن هي لما هتيجي تنزل المباراة على ملعب برج العرب فهيبقى عندها إحساس إن في مشكلة إن إحنا مش هنقدر نقدي ولا الفرقة الجامدة ما يفرقش معاها هي هتلعب فين لا تفرق لسبب هو دلوقتي مش في عودة ألف مشجع لكل الأندية طيب الألف ده لما يكون في السادة الإسماعيلية في أول مباراة وهي لعب النادي الأهل ده مش هيدي حافز للعيبة النادي الإسماعيلية إن هي تكسب صح والله غلط طيب إنت دلوقتي لما بتوديون برج العرب والألف ده هو أطراح الألف نفسه بيبقى كإن غريب مش في بيتنا يعني مش في ملعبنا ولو شجع بيشجع يعني انت فاهم برضو مش بالحماس اللي هو في السماعيلية برضو عشان الناس ما تاخدش الكلام صح احنا عايزين دوري كويس عشان ما تاخدش الكلام غلط يعني احنا عايزين دوري كويس عشان يبقى فيه العدالة عشان اللي ياخده نعمله كده ده خده بعد مجهود شاك راح هنا وراح هنا وراح هنا انما هتلعب في ملعب واحد خمس ست مطشات وفيه أندية اللي هي مفروض توقعك انت مش هتلعب على ملعبها وبعد كده تيجي تستدرجة بقى في ملعب تاني حتى لو ملعب مش بتاعك بس هو بعيد عن البلد بتاعتهم أو المحافظة أكيد بيبقى للاتنين ديوف شرف ودي ياما حسناه كتير قوي انما لما بتلعب على ملعبك في وسط جماهيرك بتفرق كتير ماتش اللي قالي والزمالك